بسم الله الرحمن الرحيم ألوية المؤسسة الملكية تحدثنا عن مختلف اختصاصاتها كما خولها إياها الدستور في مختلف المجالات سواء في المجال الإداري أو التنفيذي أو التنظيمي في المجال التشريعي في مجال القضائي حيث يعني ترك المشارع الدستوري الملكي مجموعة من اختصاصات باعتباره أمير المؤمنين والساهر على احترام حقوق وحرية المواطنين والساهر على أمن الدولة وحسن سيري مرافقها العمومية بعد ذلك يعني لابد من الحديث عن الهيئات التابعة الملكي باعتبار أن الملك لا يمكنه أن يقوم مختلفة اختصاص هذه اختصاصات محلية بل تساعد في ذلك مجموعة من الهيئات فهو السلطة العلية في البلاد يتوفر للقيم بصلاحيات السياسية والإدارية على مجموعة من الهيئات والمصالح التي تتبع له مباشرة وتعمل إما بإشراف مباشر منه كالديوان الملكي أو تقوم بتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي نشئت من الرياض كالمجالس الاستشارية لدى الملك إلى جانب استحداث مناصب مستشاري جلالة الملك بالنسبة للديوان الملكي هذا الأخير مارس بتفوض من الملك اختصاصات واسعة في المجال الإداري حيث كان يحتل في البروتوكول رأس القائمة الرسمية للشخصيات فيسبق فرورة برسمية حتى الوزير الأول رغم التماثل بينهما في تير الإدارة باعتبارهما يستمدان اختصاصهما مباشرة من تفويدي الملك لكن تم الإعلان عن إلغاء هذا المنصف الخطام الملكي المؤرخ في 14 1971 يعني مباشرة بعد انتهاء حالة الاستثناء وليتحول جانب كبير من اختصاصات التنظيمية يعني رئيس الحكومة والواقع فإن المدير العام للديوان الملكي لعب دورا تاريخيا فاعلا في مجموعة من الفترة السياسية الوطنية خاصة فترة حالة الاستثناء حيث يمكن انعتباره خلال هذه الفترة المستعدة الأول والخاصة للملك بالإضافة إلى ديوان الملكي نجد أيضا مستشار جلالة الملك فمن النحية القانونية فإن النصوص المحددة لوضعياتي ودوري مستشار الملكي هي نفسها الضائر الخاصة بتعيين كل واحد منهم على حدة بصفته مستشارا لجلالة الملك ولقد تم التعيين في هذه المناصب منذ تاريخ 10 أكتوبر 1977 وهو نفس التاريخ الذي تم فيه تعيين الحكومة الأولى بعد الانتخابات الشريعية بتاريخ تاريخ منه 1977 ومع أن مستشاري الملكي لا يعتبرون وزراء أو أعضاء في الحكومة فإنهم يتمتعون بنفس الامتيازات المخولة للوزراء وينحصر عمل المستشار الملكي في تقديم المشورة عندما تطلب منه أو يبادر في إصدائها ويتميز عمله بالسرية اعتبارا لحساسية القضايا المعروض على الديوان الملكي ودوره يطمن في رسم القرارات التي تحدد سياسة العمل الدولة ويكون هذا المستشار متسلحا في وظيفته بعاملين أساسيين هم مؤهلاته المعرفية وخبراته التقنية وخصوصا الثقة التي حظى بها من طرف جلالة الملك يضاف إلى الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك نجد المجالس الاستشارية لدى الملك فهذه المجالس تعتبر بمثابة هيئات استشارية تحدث لأغراض ذات نفع وطني سياسي واجتماعي أو اقتصادي وتطلع بتقديم الاقتراحات والرأي بخصوص مجالات وقطاعات حيوية وهامة في البلد ومن هذه الايئات ما يترأسها شخصيا ومنها ما يترك أمر رئاستها لغيره لكن مع الإبقاء على الإشراف العام عليها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإرادة الملكية السامية في إلاء الاهتمام بكل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتمكينه من الوسائل وأدوات العمل الضرورية لتحقيق أهداف السياسة العامة للبلاد وبرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 قد نص على تأسيس مجموع من الهيئات والمجالس تشارية في جميع مجالات الشأن العام ويمكن أن أعطي أمثلة عن بعضها كالتالي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الهدف من إنشاء حماية تنمية اللغتين العربية والأمهزيغية ومختلف تعبيرات الثقافية المغربية باعتبارهم طراثا أصيلا وإبداعا معاصرا ويضم كل مؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد قانون تنظيم صلاحياته وتكريبته كيفية سيره المجلس العلمي الأعلى وهو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاة والمعتمدة رسميا في شأن المسائل المحالة عليه استنادا إلى مبادئ أحكام دين إسلام الحنيف ومقص به السنحة هناك أيضا المجلس العلمي السلطة القضائية حيث يسار على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء ويصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط يضاف إلى ذلك هيئات أخرى مثل محكمة الدستورية التي تمارس اختصاصات المسندة إلى مقتدى فصول الدستور المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والجماعي والبيئي، المجلس استشاري الشباب العمل الجمعوي وغيرها من هيئات الأخرى التي نص عليها الدستور يكفي رجوع إلى نص الدستور للتعرف على مختلف هذه هيئات الاستشارية التي تعمل بجنب جلالة الملكة وبجنب الحكومة أيضا من أجل تقديم المشورة وتقديم التقارير والقيام بالدراسات المختلفة في كل في المجال الذي أونط به وعوذ به إليه إذن هذا في مخصول هيئات تبعى لجلالة الملك بالإضافة إلى المكون الرئيسي في النظام الإداري المركزي المغريبي نجد بإضافة إلى المؤسسة الملكية كنجد مؤسسة أخرى لا تقيل أهمية عنها وهي الحكومة أو المؤسسة الحكومية فماذا نعني بها وما هي الصلاحيات المنطة بها يقصد بالحكومة الهيئة المكونة من رئيس الحكومة وباقي الوزراء أو ما في حكمهم وتتولى ممارسة نشط تنفيذي ويبشار إليهم في القانون الدستوري بالسلطة التنفيذي وللإحاطة بهذه الهيئة يجدر بناء الوقوف أولا عند تكوينها واختصاصاتها وذلك في إطار الإصلاح الدستوري التي عرفها المغرب والتي أثرت بشكل أو بآخر عليها كما تجه الإشارة أيضا إلى المصالح التابعة للحكومة على الصعيدين المركزي واللوم مركزي بالنسبة الآن لتكوين الحكومة وتشكيلتها وبنيته تتكون الحكومة حسب نص الدستور من رئيس للحكومة ومن الوزراء غير أن ظهائر التعيين تبين أن الحكومة تتألف بالإضافة إلى ذلك من الأمين العام للحكومة الذي خولت له رتبة وصلاحية الوزير ومن كده كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أولا رئيس الحكومة لقدمنا الإشارة أن هذه المؤسسة أخذت تسميات متعددة في إطار تطورها التاريخي كانت تسمية الأولى لهذه المؤسسة هي الصدر الأعظم الذي يعود الفضل في ابتداءها للعلويين خاصة في وطرات الحسن الأول واحتفظ بنفس التسمية في عهد الحماية وبعد الاستقلال وإعلان أول حكومة مغربية برئاسة المرحم أحمد الوكاي 7 جنبير 1955 ظهر لقب رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء على غيراري ما كان عليه الأمر في فرنسا قبل صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 وبصدور أول دستور مغربي في 14 جنبير 1962 الذي سيأخذ العديد من مقتضياته الدستورية من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية منها تسمية الوزير الأول لكي يعود المغرب مرة أخرى مع دستور 2011 يأخذها بتسمية رئيس الحكومة إذن يعكس هذا يعني حتى تسمية رئيس الحكومة طبيعة الموقع الذي يحتل هو هذا الأخير وطبيعة العلاقات التي تربطه بالمؤسسة الملكية وطبيعة حجمها منوط به إذن كيف يتم تعيينه وما أهم اختصاصات معهودة إليه وما أهم المصارح التابعة له تعيين رئيس الحكومة حسب الفصل 47 من الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النوار وعلى أساس نتائجه فبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الحكومي الذي يعتدم تطبيقه ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنبي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب معبرا عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألفوا منهم لصالح البرنامج الحكومي يعني هنا نفهم من خلال مهمة تعيين رئيس الحكومة بأن رئيس الحكومة في البداية كان يعينه الملك كان اختصاصا أصيلا للملكي فهو الذي يقوم بتعيينه يعني انطلاقا من خصائص ومميزات يتميز بها رؤساء الحكومة سواء كانوا تكنقراطيين أو كانوا سياسيين المهم يجب أن يتوفروا على مجموعة من المؤهلات والقدرات التي تمكّن من ذلك وكان الملكي تولى تعيينهم بعيدا عن صناديق الاقتراع لكن حاليا مع دستور 2015 أصبح يعني للشعبي دور مهم في اختيار رئيس الحكومة حيث يتم تعيين رئيس الحكومة الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها هذا بالنسبة للتعيين هذا يعني الإختصاصات خول دستور 2011 لرئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات في غير الأهمية وفي كثير من المجالات وذلك ما هو إلا إشارة إلا إلى الدور الواسع الكبير الذي أنيط بهذا أخير وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ويمكن إجمال هذه الصلاحيات فيما يب أولا رئاسة مجلس الحكوم خول دستور 2011 لرئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات كما قلنا من بينها رئاسة مجلس الحكومة يعتبر مجلس الحكومة مجلسا دستوريا يضم في تركيبته مختلف الوزراء وباقي أعضاء الحكومة وهو يختلف عن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك والمؤلف من رئيس الحكومة والوزراء وتتم رئاسة مجلس الحكومة من قبل رئيس الحكومة في ذلك ترسيخ لمسؤولية هذا الأخير الكامل على بقي الأعضاء ويتداور في قضايا متعددة ومتنوعة تبين مدى توسع اختصاصاته سواء ذات الطابع التداولي أو التنفيذي كما يصع على ذلك الفصل 92 من دستور من بين هذه المجالات التي دخلوا في اختصاص مجلس الحكومة السياسة العامة للدولة قبل عرضها على مجلس الوزاري سياسة العمومية سياسة القطاعية طلب التقام من مجلس النواب قبل مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها القضايا الرهينة المرتبطة بحقوق الإنسان بالنظام العام مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية قبل عرضها على مكتب مجلس النواب دون الإخلال بالأحكام الواجد في فصل 49 من هذا قد دستور مراسيم القوانين مشاريع المراسيم التنظيمية مشاريع المراسيم المشائلة في فصل 65-67 دستور المعهدات والتفاقية الدولية قبل عرضها على مجلس الوزاري تعيين الكتاب العامين ومدير الإدارات المركزية بالإدارات العمومية وغيرهم هذا بالنسبة لمجال تعيين وكما هذا في مجال رئاسة مجلس الحكومة ماذا الآن عن ممارسة السلطة التنظيمية كاختصاص مهم تتوله الحكومة وخصوصا رئيسها ممارسة السلطة التنظيمية السلطة التنظيمية هي التي تعترف لصاحبها بحق اتخاذ التدابير العام الضرورية لتنفيذ القوانين وحسن سير المرافق العمومية وأيضا تدبير الشؤون العام من محافظة على الأمن والنظام العام والشرطة الإدارية ويختصاص دستوري معترف به لرئيس الحكومة يمارسه بواسطة مراسيم تنظيمية وقد عرفت ممارسة السلطة التنظيمية في المغرب توزيعا في الاختصاص بين الملكي ورئيس الحكومة قد أشرنا إذن كفيما قبل كما أن تطور ممارستها لم يكن خاصة قبل دستور 1972 تطورا مستقرا بسبب التأثير العام لتطور النظام السياسي ففي أهد ما قبل الاستقلال كان يمارسها الصدر الأعظم بتفويد من السلطة وبعد حصول المغرب على استقلاله ومع دستور 1962 سيعهد بها إلى الوزير الأول لكن دستور 1970 سيأكم بسحبها من هذا الأخير ويخول هذه الملك نظر للضرفية السياسية التي عرفها المغرب في تلك الفترة خلصا في حالة الاستقناء ولم يتم تخويلها بشكل مستقل للوزير الأول إلا مع دستور 1972 لكي تكرس الدستير التي سوف تأتي من بعد نفس النهج هكذا يمارس رئيس الحكومة السلطة نظيمية ويمكن أن يفوضى بعض سلطاته للوزراء وتحمل المقرارات التنظيمية الصادر عنه التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها حسب منص عليها فصل 90 من الدستور وتتخذ السلطة التنظيمية صورتين أساسيتين فهي إما سلطة تنظيمية تنفيذية وحينما نقول سلطة تنظيمية تنفيذية فهذا يعني تطبيق الفصل السعود 8 من الدستور الذي ينص على أنه تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوع تحت تصرفها كما توارث الإشراف والوصائع عن مؤسسات المقاونة العمومة إذا مهم يعني سلطة تنظيمية تنفيذية يعني تنفيذ البرنامج الحكومي وصار على تنفيذ القوانين أو تتكون سلطة تنظيمية مستقلة عن تنفيذ شريعات وتهم مجموعة تدابير التي يتقد ورائد الحكومة في المجال الخارج عن اختصاص القانون وهذا منص عليه الفصل من الدستور حيث يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشمل واختصاص القانون الاختصاص الموالي وهو سلطة التنسيق بين الوزراء إذن يطلع رئيس الحكومة باختصاصات ذات طبع تنسيقي حيث يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الميزارية باعتباره والمسؤول عن وضع البرنامج الحكومي وعن تنفيذه بالتعامل بين وختلف مكونات شكيل الحكومي وبرجوع إلى اختصاص التنسيق المعترف دستوريا لرئيس الحكومة نجد بأنه الذي يؤهل للقيام بالدور الفعلي والضروري لتحقيق الانسجام والتناسق بين مكونات لهيئة الحكومية في تدبير شؤون عامة التي تتطلب تقريب بين وجهات النظر المختلفة للوزراء والحرص على إيجاد التناسق المطلوب في عمل الحكومة كهيئة جماعية والعمل على حل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضائها والفصلة وتسعين من الدستور صريح في هذا الصدد حينما نص على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ سياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وفي إطار من التضامن الحكومي كما أن الدستور يخول صلاحية اقتراح على الملك أسماء الوزراء الذين عليهم قيم بالمهام ومسادئة إليهم من قبل رئيس الحكومة وإطلاعه بذلك في مجلس الحكومة ولا يمكن جلالة الملك أن يعفي عضوا أو أكثر من حكومته إلا بعد استشارته من جهة ثانية إذن على رئيس الحكومة وحده يتوقف خلق الانسجام بين مراكز التقرير في الشأن العمومي ضمانا لوحدة أداء الحكومة هناك سلوطات أخرى اختصاصات أخرى يقوم بها رئيس الحكومة وهي مع الدستور الجديد قد خول الدستور الجديد لرئيس الحكومة الصلاحية واسعة وهما في مجل التعيين بعدما كان يمارسه بتفويد من الملك هكذا يمكن التعيين في الوظائف المدنية في إدارة العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ويمكن أن يفوض في ذلك للوزراء كما يمكن تعيين كتاب العامي ومدير الإدارات المركزية بإدارة العمومية ورؤساء الجامعات والعمداء ومدير المدارس والمؤسسات العليا وله أيضا أن يقترح على جلالة الملك التعيين في الوظائف التالية ودباق المغرب سفراء الولاد العمال مسؤولون عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي مسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية كما نصت على ذلك الفقراء الأخيرة من الفصل 49 من الدستور هناك اختصاصات أخرى لقد من تذكري بها يمكن لرئيس الحكومة طبقا الفصل من الدستور التوقيع بالعطف على الضائر الملكية بستناء التي نصت عليها جمع من الفصل وستبقوا أن رأينا بأنها اختصاص خاص بالملك فصل 41 44 47 و غير توقيع بالعطف أيضا هو يوقع بالعطف كما قلنا عن الضائر الملكية وتوقيع بالعطف فرأي الفقه يشير إلى تحمله المسؤولية السياسية عن هذه الضائر أمام البرلمان كما مكنه الدستور من موارسة بعض صلاحية شرعية كالتقدم بمشاريع القوانين ومناقشتها في البرلمان وبمقتدر فصل 70 من الدستور يمكن للبرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرفه من الزمن الحدود ولغاية معينة بمقتدى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بونجراد نشغيها غير أنه يجب عرضه على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها ويبطل قانون إذن إذا وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما حسب الفصل 81 دستور يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان وباتفاق مع الإجلال التي يعنيها الأمر في كل المجلسين مراسيم قوانين تسمى مراسيم قانون الضرورة يجب عرضها بقصة مصادقة عليها من طرفين البرلمان خلال دورات العادية لدتنا تدخل في اختصاصات أي وزارة أو تتعلق بعدة وزارات كعملية تنظيم مراقبة الأتمان وتحديد أسعار بعض المواد الأساسية سير إدارة الدفاع الوطني عن طريق تفويل الميناء الملكي ومن وقت التعديل الدستوري تجرؤ إشارة إلى أن رئيس الحكومة أصبح له الحق في حل مجلس النواب وإجراء كان من اختصاص الملكي وحده المجلس الوزاري وتأخذ واري الشرق وجهه إما بطلب عقد دورات له أو رئاسته بناء على جدول أعمال محدد شأنه في ذلك شأن رئاسته للمجلس الأعلى للأمن والذي يحضر فيه رئيس الحكومة كعضوين وإلى جانب المكان الذي أفراد دستوري لرئيس الحكومة فهو يتمتع بحق اتخاذ مبادر قصة مراجعته وبالنظر لثقة الشعب لمؤسسة رئيس الحكومة النابع من الانتخاذات فهو مطالب بأن يعرج على قبة البرلمان على رأس كل سنة ليمثل أمام الواب الأمة للإدلاء بالأجوبة عن أسئلة البرلمانيين بخصوص السياسة المتبعة وتقييمها كمؤشر واضح في اتجاه جعل رئيس الحكومة شخصية فاعلة محاضرة في مختلف مستويات تدبير الشأن العام إذن نقف عند هذا الحدي على أساس أن نكمل ونتابع الحديث عن باقي المصالح التي تتبع رئيس الحكومة وتساعد في قيم مهمين في حصة أخرى بحمد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر